الثامن من إلول ذكرى حزينة في العراق خصوصاً لبلاد كانت أول من عرفت الكتابة قبل آلاف السنين أما اليوم تطالعنا بوجه غير الذي كانت عليه بينما يحتفل العديد من دول العالم باليوم العالمي لمحو الأمية عبر إطلاق منصات التعليم عن بعد وتحسين طرائق التعليم يعيش العراق مأساة مستفحلة بأعداد الأميين التي وصلت لنحو أربعة ملايين أمي بحسب وزارة التخطيط الحالية مشكلة التعليم في العراق منذ عام 2003 مشكلة مركبة فبعدما قطفت البلاد عام 1979 جائزة اليونسكو في القضاء على الأمية تعود السلطات التعليمية حالياً للحديث عن نقص كبير في الكوادر التدريسية والأبنية التعليمية والدمار الهائل الذي لحق ببناها التحتية أمام هذه اللقطات من المدارس الطينية يؤكل تقرير للقسم المهني في هيئة علماء المسلمين في العراق أن فساد الأحزاب الحاكمة لعب دوراً أساسياً في تراجع منظومة التعليم في العراق فضلاً عن سوء الإدارة والمحسوبية واستبعاد الكفاءات العلمية الأمر الذي أدى ليكون المعلم والأستاذ الجامعي الحلقة الأضعف لإجباره على الصمت أو الرحيل لكن ماذا عن وضع التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا تقول منظمة اليونسيف أن الوباء سيضع نحو أربعة ملايين ونصف المليون من الأطفال العراقيين فيهم كثير في المخيمات تحت خط الفقر وسيحرمون من التغذية والتعليم والصحة بالتوزي مع ذلك فإن أزمة الكهرباء في العراق ستكون عاملاً أساسياً بحسب مسؤولين في وزارة التربية بفشل تجربة التعليم عن بعد وتؤكد عضو لجنة التعليم النيابية إيناس المكسوسي أن هناك معوقات أخرى تعترض نظام التعليم الألكتروني منها ضعف البنية التحتية للأنترنت وغياب التخطيط والتسرع بالمشروع ما يجعله بحسب مراقبين غير فعال وحبراً على ورقة ما لم تعالج جذور الأزمة السياسية التي سببت كل تلك الأزمات المتلاحقة في العراق وجعلته في مؤخرة التصنيف العالمي لجودة التعليم ترجمة نانسي قنقر